بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيوطي رحمه الله آنسه الله وضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه قطف الأزهار المتنافرة في الأخبار المتواثرة وصلنا إلى الحديث الخامس والعشرين حديث أسفر بالفجر فهو أعظم للأجر أخرجه الأربعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طريق رافع بن خدي وأخرجه الإمام أحمد من طريق محمود بن لبي وأخرجه الطبراني من طريق سيدنا بلال بن وسعود وأبي هريرة وحواء رضي الله عنهم أجمعين وأخرجه البزار من طريق آنس وقتادة والعراقي في مسنده عن رجل من الصحابة قال الشارحون فأما الترمذي فأخرجه في باب ما جاء في الإسفار بالفجر من طريق رافع بن خديج وقال حديث حسن صحيح يعني له روايتان رواية حسنة ورواية صحيحة وفيه روا شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحار ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصب بن عمر بن قتادة وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلاد رضي الله عنهم أجمعين وأما النسائي ففي باب التغليس في الفجر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وأخرجه الإمام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده رضي الله عنه وأبو داود في باب كتاب الصلاة وقت الصبح عن رافع بن خديج بلفظ أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ورواه الهيثمي في كشف الأستار في باب الإسحار بها من طريق أنس وقتادة رضي الله عنه وأخرجه الحميدي في مسنده من طريق رافع بن خديج وأخرجه الهيثمي في المجمع في باب وقت فلاة الصبح عن محمود بن لبيد الأنصاري وقال رواه أحمد وعن أبي هريرة رواه البزار والطبراني في الكبير وعن آناس بن مالك رواه البزار وعن بلال رواه البزار والطبراني في الكبير وعن قتادة عن أبيه عن جده رواه البزار وعن عبد الله بن مسعود رواه الطبراني في الكبير وعن حواه أيضا في الطبراني عن في الكبير والهيثمي في كشف الأستار في باب الإسفار بها عن أبي هريرة من طريق أنس وبلال وعن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده وأخرجه ابن ماجتة في باب وقت فلاة الفجر وأخرجه البيهقي في السنان الكبرى من طريق رافع بن خديج رضي الله عنه وأخرجه ابن حبانة في غير موضع وغير واحد والطحاوي في شرح معاني الآثار رحمه الله والإمام الزيلعي في نصب الراية الحديث الثاني عشر وقال أي الزيلعي من حديث روية من حديث رافع بن خديج وبلال وأنس وقتادة بن النعماني وابن مسعود وأبي هريرة وحوال أنصارية رضي الله عنهم أجمعين والزبيدي في عقود الجواهر وأبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن عبد عمر رضي الله عنهما ورواه الطيالس في حديث رقمه 59 وذكره الكتان في نظم المتواتر نقل عن قطف الأزهار وأخرجه عن تسعة أنفس مما يدل دلالة واضحة أن الحديث متواتر ومعنى الحديث أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم بالفجر فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم روية هذا الحديث من طريق رافع بن خديج وهو صحيح على طريقة بعض الأهل الحديث وقوله أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر روية من طريق رافع بن خديج وهو صحيح عند أبي داود وخلاصة الحكم في هذا الحديث أنه حسن صحيح رواه أبو داود وابن مازة وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مواقيت الصلاة وعلمهم كيفية حساب الوقت مع حركة الشمس للصلاة نهارا وحركة القمر للصلاة ليلة وفي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الصبح في وقتها فيقول أصبحوا بالصبح وفي رواية أسفروا بالفجر أي صل الصبح عند طلوعه وهو رؤية الفجر الصادق في السماء وهو الضياء المعترض في الأفق وقيل هذا أمر بالتثبت في طلوع الفجر كل يوم ليصلى أي الفجر في وقته فلا يتم الخطأ من الصلاة قبل الوقت أو هذا في الليالي المقمرة التي لا يتضح فيها الفجر فهذا الأمر واجد فيها بالتحري والتحقق من فجر أنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر أي كل ما تباينتم تباينتم لوقت الصبح وتثبتتم فيه عاد ذلك عليكم بالأجر العظيم والمكتمل والله تعالى أعلى وأعلى ثم وصلنا إلى الحديث السادس والعشرين حديثه صلى الله عليه وسلم نومه عن صلاة الصبح في الوادي الحديث بطوله أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عمران بن حسين وأبي قتادة ومسلم من طريق أبي هريرة ورواه أبو داود من طريق في مخبر وعمر بن عمية الضمري رضي الله عنهما وأخرجه النساء عن جبير بن مطعم وأبي مريم السلولي وأخرجه الإمام أحمد وعلي بن مسعود وابن عباس رضي الله عنه والطبراني من طريق بلال وجنده وابن عبر وأبي أمامة وأبي جحيفة رضي الله عنه وأخرجه البزار من طريق أنس أما البخاري فذكره في باب الأذان بعد ذهاب الوقت عن أبي قتادة ومسلم من طريق أبي هريرة وأبو داود في باب من نام عن الصلاة أو نسيها من طريق أبي هريرة ومن طريق أبي قتادة الأنصار وعن طريق غيم مخبر الحبش وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب حديث عن عبد الله بن مسعود وأخرجه النسائي كيف يقضي الفائت من الصلاة عن بريد ابن أبي مريم عن أبي وفي الباب عن أبي هريرة وعن نافع بن جبير عن أبيه وعن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الإمام الأحمد في ثلاث مواضع من مسنده وأخرجه الطبراني والبزار في كشف الأستار من طريق أنس وأخرجه ابن ماجة في باب من نام عن الصلاة أو نسيها من طريق أبي هريرة وعن طريق أبي قتادة واستراج في مسنده ومالك في الموطأ في باب النوم عن الصلاة حديث مروي من طريق سعيد بن المسيب مرسل أو عن حديث من طريق زيد بن أسلم وأختكلم عليه الهيثمي في كشف الأستار وذكره في باب من نام عن صلاة أو نسيها من طريق أنس وثمورة بن جندب ومن طريق ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود والهيثمي ذكره في مجمع الزوائد في باب من نام عن صلاة أو نسيها وفي هذا الأحاديث عن عبد الله بن مسعود وقال رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير وأبو يعلى باختصان عنهم وعن ذي مقبل وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم رواه البزار والطبراني في الكبير وأبي جحيفة رواه البزار ومن طريق بلال رواه البزار والطبراني في الكبير وعن أنسا رواه البزار وعن أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسر وعن عمران ابن حسين رواه الطبراني وعن عبادة رواه الطبراني وعن ابن عباس رواه الطبراني وعن أبي أمامة رواه الطبراني وذكره الإمام البغوي في شرح السنة في باب مراعاة الوقت والزيلعي في نصب الراية الحديث التاسي قال وروي من حديث أبي هريرة وعمران ابن حسين وعمر بن أمية الضمري وعمر وذي مخبر وعبد الله بن مسعود وبلال رضي الله عنهم أجمعين وروا وذكره الطحاوي رحمه الله وذكره الإمام البيقي في السنن الكبرى في باب الأمان والإقامة للفائتة من طريق أبي هريرة وعن قتادة عن أبيه وعمران بن حسين وابن مسعود وعمر بن أمية الضمري رضي الله عنهم أجمعين وذكره الكتان في نظم المتواتر وعد من رواته خمسة عشر نفسا وهذا العدد كاف في إثبات أن هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الإمام النووي رحمه الله حين شرح صحيح الإمام المسلم في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها وذكر حديث الإمام المسلم حدثني حرملة بن عحية تجيبي أخبرنا بن وهبد يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكراء عرس أي أراد أن ينام أو أن يقال عرس النزول للنوم وقال لبلال أكل لنا الليلة فصلنا بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله مستيقظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شئاب يقرأها للذكرة حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة أي المسلم وجب قضاؤها وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور من باب الاستحباب وجود التأخير على الصحيح وحكى المره وغوي وغيره وجها أنه لا يجوز التأخير وإن فاتته بلا عذر وهذا أقرب إلى قول الإمام مالك رحمه الله أن قضاء الصلاة على الفور وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير وإذا قضى الصلوات استحب قضاؤهن مرتبا فإن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي لأن الترتيب سنة وليس بواجب على الخلاف الموجود عند الأئمة ومن وافقه عند الشافعي ومن وافقه كوسواء كانت الصلاة قليلة يعني أربع صلوات فما دون أو كثيرة فأكثر وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي رحمه الله أصحوما يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها وحاصل الأمر أن الفرض إذا فات وجب قضاؤه والسنة إذا فات استحب قضاؤها واختلفوا في التعجيل فعندنا الأصح أن قراء الصلاة على الاستحباب على الاستحباب لا على الفور الاستحباب على الفور وله التأخير وقال ما لكم بوجوب الفورية وهو وجه عندنا كما تقدم كما حكاه البغوي رحمه الله قال وليأحاديث أخرى كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر هذا دلالة على استحباب قضائها حين شغله عنها الوفد وقضاؤه سنة الصبح في حديث الباب والقول الثاني لا يستحب ومعفق لقول مالك أن السنة إذا خرج وقتها لا يستحب قضاؤها إلا رتيبة الفجر إلا رتيبة الصبح إلى الزواء هذا قول مالك وأما السنة التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما أو تقول صلوات ذوات السبب فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف لأن وقتها قد خرج وهي صلاة إنما شرعت لسبب فإذا فات سببها فات وقتها وفات قضاؤها والله تعالى أعلى وأعلم ثم نرجع إلى الحديث السابع والعشرين من الأحاديث المتواترة في كتاب قطف الأزهار المتناترة حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أخرجوا الشيخان من طريق أبي سعيد وأبي هريرة وعمر وابن عمر وعمر ابن عبسة وعقبة ابن عامر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وأخرجوا البخاري عن معاوية رضي الله عنه والبزار من طريق أنس وابن مسعود ورواه الإمام وأخرجوا أحمد من طريق زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاس وسمرة وكعب بن مرة أو مرة بن كعب وأبي أمامة وعنصف وان بن المعطر والطبراني من طريق أبي ذر فأما البخاري فأخرجه في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس عن طريق من طريق ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وأيضا في باب لا يتحر الصلاة قبل غروب الشمس من طريق معاوية وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين وفي كشف الأستار في باب الأوقات التي تكره الصلاة فيها عن معادن القاري وعن سمرة بن جندب وعن سمرة بن جندب في موطن آخر ومن طريق أنس ومن طريق ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وأخرجوا الإمام أحمد في مسنده من طريق عمر بن شعي بن عمع به جده ومن طريق عمر بن الحارس بلفظ لا صلاة بعد الغذات ومن طريق مر كعب بن مر وفي حديث آخر من طريق كعب بن مر والطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الكبير من طريق قرة ابن أبي قرة عن أبي أسيد أو أسيد وأخرجوا كل من أبي دون في باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجوا التلمذي في باب ما جاء لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال أبو عيسى التلمذي عن عبد الله ابن عمر وحفصة والدار قطني في باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ورواه البياقي من طريق سفيان الثوري وابن وابن عن عبد الله بن عمر بن العاف والهيتمي في المجمع في باب ركعتين الفجر عن عبد الله بن عمر وقال رواه البزار والطبراني في الكبير وعن أبي مريرة وقال رواه الطبراني في الأوسط والزبيدي في عقود الجواهر في باب الأوقات المكروهة من طريق أبي سعيد وأبي عوالة في مسنده في بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري ورواه الكتاني في نظم المتواتر وذكر فيه اثنين وعشرين راويا بزيادة معاذ بن عفراء وابن عمر وسلمة بن الأكوع وعبد الله الصنابشي هذا حديث واضح على أنه متواتر رواه كثير من الصحابة رضي الله عنهم في باب في ماب كراهة الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس جاء في شرح الحديث بقى الفصل الأول في تعيين أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول وهو وقت الزوال ومن بعد صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب الشمس في الأفق أوقات ينهى عن الصلاة فيها وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وغيره من العلماء لكنه أي صلاة تكره في هذه الأوقات كل صلاة ليس لها سبب وكل صلاة لها سبب أراد المصلي أن يصلي في الوقت المكروه فإنه يكره له ذلك أما الصلوات ذوات السبب وقضاء الفرائض فلا كراهة في أدائها في تلك الأوقات الأدلة من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعضه صبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وحديث عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طول على الشمس ولا غروبها وهذا معنى الحديث أنه الذي أراد أن يصلي شيئا من السنن ذوات السببب في الوقت المكروه فإنه يكره له ذلك أما إذا لم يقصد ذلك فلا كراهة في صلاتها وقد بيّن الشافعي أن الصلاة التي تقدم سببها أو كان سببها مقارنا فلا يكره في الوقت المكروه ما لم يقصد الصلاة فيه وكل صلاة لها سبب متأخر أو كانت نفلا مطلقا فإنها تكره في هذه الأوقرات وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله سلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب وحديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظاهرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس فلو صلي فيها لكان في ذلك مشابهة للمشركين لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها وتقدم الكلام في تفصيل الأحكام فيما يتعلق في الصلاة المكروهة وهذا التفصيل قاله الإمام الشافعي وأما غيره من العلماء في هذه الأوقات المكروهة أنه لا يجوز أن يصلي فيها المسلم شيئا من النوافل أما الفرائض من حيث القضاء فلا إشكال فيها وعلى هذا يتبين أنه يجب على المسلم أن يتحرى أوقات الصلاة وأن يجتنب الأوقات المكروهة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل الإمام الشافعي ثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة ثلاثة مقيدة بالوقت واثنان مقيدان بالفعل فأما الوقت الذي تقيد بالزمان فهو عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب أي قبل تكامل القرص الشمس وأما المقيد بالفعل فلا تكره الصلاة إلا بعد أداء العصر وبعد أداء الفجر فمن أخر الصلاة ولم يصلها له أن يصلي ما شاء قبل صلاة العصر وقبل صلاة الفجر هذا تفصيل الإمام الشافعي في الأوقات الخمسة وعلى المؤمن أن يتحرى في صلاته الأوقات التي لم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أن المحافظة على الأوقات لا يقع في الأوقات المكروهة أبدا والمسلم حريص على أن يؤدي فريضة الله تعالى كما أمره الله مراعيا الأوقات التي شعلمها جبريل عليه السلام لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث أمني جبريل عند هذا البيت في حديث أنه جاء أول الوقت وفي ثانيته جاء في آخر الوقت وقال فرضة ما بين هذين فالمسلم المسلم الحريص على صلاته يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يخرجها إلا بضرورة كنوم أو انشغال أو نسيان وما إلى ذلك وقد تقدم تفصيل قضاء الصلوات فنسأل الله تعالى العلي العظيم أن يمن علينا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وأن نكون محافظين عليها حتى نلقى الله عز وجل قائمين بإحكامها مطيعين لمن ألمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعجبني قول بعض العلماء أنه لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا نصلي فرائض الله في الأوقات التي علمنا إياها كما أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أوقاتها لما كان حيا صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى القبول بجاه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقف عند الحديث الثامن والعشرين ونذكره متبركين به وهو حديث متواثر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وهذا حديث متواثر رواه كثير من الناس وسنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر